يواصل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث التقى معاليه بمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة وناقش الوزيران الأحداث الجارية في غزة والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة معربين عن دعمهما للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والعيش بسلام وترامة